شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلمتان كلمة حول شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وكلمة حول وظيفتنا تجاه هذه الشخصية أما الكلمة الأولى فتحتوي على ثلاثة مقاطع المقطع الأول عظمة فوق مستوى الاكتناح إذا باحث يصرف عمره يصرف ثمانين عاماً من عمره في دراسة شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهل يمكنه أن يحيط بأبعاد هذه الشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجيب على هذا السؤال ويقول كلا عمره عمره باحث واحد لا يكفي الاكتناح أبعاد هذه الشخصية بل عمره البشرية من عهد آدم إلى نهاية العالم إذا جميع البشر هذه المليارات المتعاقب إذا كلهم يتوفرون على دراسة شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فلن تفي أعمارهم بالإحاطة بأبعاد هذه الشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لو كانت البحار مدادا هذه المحيطات كم مليون طن من الحبر تحتوي هذه البحار لو كانت البحار مدادا والرياض أقلاما أو الغياض أو الأشجار جميع أشجار العالم كانت أقلام والسماوات صحفا إلى الآن العلم ما تمكن أن يصل إلى نهاية هذا العالم أين ينتهي هذا العالم أين تنتهي هذه السماوات إلى الآن العلم ما استطاع أن يتوصل إلى ذلك ولعله لن يتوصل إلى ذلك إلى النهاية والإنس والجن كتابا جميع البشرية الثقلان كلهم تحولوا إلى كتاب لنفد المداد وكلة الثقلان أن يكتبوا معشار عشر فضائل علي بن أبي طالب إنما تمكن الإحاطة إذا كانت السعة الوجودية الوجودية أنتوا الآن تريدون أن تحيطوا بأبعاد شخصية متى يمكنكم أن تحيطوا بهذه الأبعاد إذا سعتكم الوجودية كانت فوق سعة تلك الشخصية أو كانت تضاهي تلك الشخصية أو كانت تضاهي تلك الشخصية ولكن الأدنى لا يمكنه أن يحيط بالأعلى نضرب مثال قريب وواضح جداً عدكم طفل في الثانية من العمر هل يمكن أن يحيط بأبعادكم أنتوا عدكم أبعاد لكم آفاق تفكرون فيها هذا طفلكم في الثانية من العمر هل يمكن أن يحيط بأبعادكم وبآفاقكم وبفكركم مو ممكن لذلك في كثير من الأحيان الآباء يتحيرون كيف يتحدثون مع أولادهم الأمهات يتحير ما يمكن هل يمكن ماء البحر أن تصبوه في كأس صغيرة لا يمكن كذلك البشرية كلها لو اجتمعت والثقلان لو اجتمعا لم يستطيع أن يدرك أبعاد عظمة شخصية علي بن أبي طالب وفي حديث آخر مروي في بصائر الدرجات النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي ما عرفك إلا الله وأنا بعد شخص آخر لا يمكنه أن يعرف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المقطع الأول عظمة فوق مستوى الاكتناح والمعرفة المقطع الثاني معارف معارف لا ترقى إليها أي معرف النبي صلى الله عليه وآله تلقى العلم من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما علمه النبي صلى الله عليه وآله علمه لأمير المؤمنين فمعارف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي معارف الوحي وهل يمكن لمعرفة أن ترقى إلى معارف تستمد من الوحي لا يمكن ذلك البشرية منذ ألوف الأعوام وإلى هذا اليوم تخبطوا في متاهات المعرفة أكو هناك عقد أكو هناك معضلات أكو هناك مشكلات البشرية ألوف الأعوام تتخبط يؤسفنا أن نقول أن المسلمين إلى هذا اليوم كثير منهم عشرات الملايين مئات الملايين يتخبطون في هذه المعارف ولكن سطر واحد كلمة واحدة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تمثل المفتاح وتمثل الحل لهذه المعضلات الفكرية إحدى المشكلات الفكرية التي دوخت العلماء من ألوف الأعوام مشكلة القضاء والقدر مشكلة الجبر والاختيار أنتم في هذا اليوم عندما جئتم إلى هذا المكان هل كنتم مسيرين أو جئتم باختياركم أبو ذر هل كان أبو ذر باختياره أو كان مجبور على أن يكون أبا ذر وأبو لهب كان أبا لهب باختياره أو كان مجبور على أن يكون أبا لهب تدرون هذه المشكلة الآن مئات الملايين من المسلمين متحيرون في الإجابة على هذا السؤال من ألف وأربعمائة عام هذا السؤال مطروح عند المسلمين ومعظم المسلمين معظم المسلمين يعني مئات الملايين اليوم يعتقدون بالجبر الله أجبر أبا ذر أن يكون مؤمنا وبعض يأخذه ويخليه في أعالي الجنة الله تعالى أجبر أبا لهب أن يكون كافرا أبو لهب كان مجبور على أن يكون كافر ما كان بإمكان أن يؤمن الله أجبره على الكفر يوم القيامة الله يأخذ أبا ذر وأبا لهب ويطرحه في قعر الجحيم تدرون هذه عقيدة أغلب المسلمين الآن معظلة معظلة أي فيلسوف ما تمكن أن يحل هذه المعظلة الفلاسفة كانوا يمثلون عقول جبارة ولكن عندما جاءوا إلى هذه المعظلة ذهلوا تحيروا أخذوا يمينا وشمالا أنتوا الآن أخذوا كتب الفلاسفة المكتوبة حتى في العهد الراهن أكو هناك تخبط عجيب في هذه القضية مو فقط في هذه القضية في عشرات القضايا ولكن سطر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه مفتاح حل هذه المعظلة الفكرية لو كان المسلمون يأتون إلى أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله من اليوم الأول قال أعلمكم عليون أقضاكم عليون خذوا دينكم من علي إذا المسلمين كانوا يأتون إلى علي بن أبي طالب وكانوا يأخذون دينهم من علي بن أبي طالب كما أمر النبي صلى الله عليه وآله ما كان هذا التخبط وما كان هذا التحير حيرة عند المفكرين كلمة واحدة سطر واحد أنا أنقل لكم هذه الرواية شوية تأملوا في هذه الرواية نحن يجب أن نرفع مستوانا إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا هذه الرواية روية أن الحجاج هذه الرواية مذكورة في البحار كتب إلى أربعة من كبار العلماء يسألهم حول حل هذه المعضلة الفكرية كتب إلى الحسن البصري وإلى عمر بن عبيد وإلى واصل بن عطاء وإلى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر ماذا تقولون في القضاء والقدر وماذا وصل إليكم في القضاء والقدر فكتب إليه الحسن البصري إن أحسن ما سمعت في ذلك ما ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كلمة واحدة ولكنها تحل هذه المعضلة الفكرية أمير المؤمنين يقول يا ابن آدم أتظن أن الذي نهاك دهاك وإنما دهاك أسفلك وأعلاك وإن الله بريء من ذاك وكتب إليه عمر بن عبيد الآن ماك مجال لتوضيح هذه الكلمات أمر عليها مرور عابر وكتب إليها عمر بن عبيد إن أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لو كان الوزر في الأصل محتوما كان الموزور في القصاص مظلوما إذا القضية قضية حتمية إذن أبو جهل كان مظلوم والله تعالى تعالى الله عن ذلك هو الذي ظلم أبو جهل الله أجبر أبو جهل على الكفر وبعدين يرمي به في قعر الجحيم إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة فكيف يقوم الله تعالى بهذا الظلم وكتب إليه واصل ابن عطاء أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق الله يقول روح من هناك ثم يأتي ويقف أمامك الله يأخذ واحد ويرمي في البحر ويقول له إياك إياك أن تبتل بالماء هذه منبهات وجدانية وبرهانية في نفس الوقت على توضيح هذه الفكر وكتب إليه عامر الشعبي أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه كلما استغفرت الله تعالى منه فهو منك وكلما حمدت الله تعالى فهو منه الشيء اللي تقول أستغفر الله واحد ينظر إلى أجنبيه بعدين يشعر بتعني بالضمير يقول أستغفر الله هذا منك أنت بوجدانك تشعر أنه منك وإلا إذا ممنك ليش تستغفر الله تعالى ولكن النعمة ولكن العطية تحمد الله تعالى عليها فهي منه ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك وما حمدت الله تعالى عليه فهو منه فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج ووقف عليها قال قد أخذوها من عين صافية ما هي هذه العين عين الوحي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على الله كلمة واحدة كل كلمة سطر ولكنها تمثل منبه وجداني ودليل برهاني لحل هذه المعضلة ما هو التوحيد الآن قضية التوحيد مطروحة من المسائل الحادة الآن قضية التوحيد هذه الفرقة الشاذة تطرح قضية التوحيد بأسلوب معين ما هو التوحيد وما هو العدل كلمة واحدة سطر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه شوفوا يحتوي على أي بحر من المعرفة سطر واحد في نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول التوحيد ما هو كم كلمة اللا تتوهمه يعني الله والعدل اللا تتهمه التوحيد اللا تتوهمه والعدل اللا تتهمه كلمتان ولكنهما تحتويان على بحار من المعرفة هذا في جانب العقائد روحوا إلى جانب السياسة وعهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتار روحوا إلى جانب الاقتصاد روحوا إلى جانب الاجتماع في كل ميدان تجدون أمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة تحل المعضلات التي تعاني منها البشرية إحنا لنا تجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثلاث وظائف الوظيفة الأولى أن نعرفه طبعا بالمقدار الممكن الوظيفة الثانية أن نعرف معارفه هذه المعارف الثرية الغنية الموجودة في نهج البلاغ وفي غيرها نحاول أن نعرفها أن نعرفها الوظيفة الثالثة أن نعرف أمير المؤمنين ومعارف أمير المؤمنين ونهج أمير المؤمنين للعالم إذا الناس كانوا يعرفون معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه إذا كانوا يعرفون عظمة أهل البيت إذا كانوا يعرفون مقام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ما كانت هذه الفاصلة بينهم وبين أهل البيت المعاندون قلة أغلب الناس لا يعرفون إذا عرفوا أذعنوا إذا عرفوا قبلوا قبل حوالي شهر أنقل لكم هذه القضية جاء هنالك دكتور من إحدى البلاد وقال لي أنا كنت في الحركة الكذائية حركة متطرفة ضد أهل البيت في عملها في فكرها تحمل طابع المعادات لأهل البيت في كتب قادته أكو هنالك انتقاد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه مع أن الإمام خليفتهم الرابع ولكن مع ذلك في كتب قادتهم قادة هذه الحركة أكو نقد لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وكأن هناك حقدا ضد أمير المؤمنين قال أنا كنت في هذه الحركة يقول مضت فترة والحركة نشطة كلفوني بدراسة التاريخ لأغراض معينة لأكتب لهم مثلا يقول أنا مأخذت أدرس التاريخ يقول دراست 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 إلى أن وصلت إلى قضايا عشوراء وقضايا كربلاء يقول فذهلت تدرون كثير من المسلمين ما يعرفون قضية كربلاء وقضية عشوراء لأن أكو هناك نطاق حولهم ما يخلوهم ما يخلوهم يعرفون أنت تعالوا إلى مكتباتنا مكتباتنا مليئة بكتب الآخرين لكن الآخرون ما يخلون في مكتباتهم كتبنا عادة لأن يخافون منها أكو تعتيم أكو نطاق أكو حصر ما يعرفون يقول عندما وصلت إلى قضايا كربلاء ذهلت كيف أمة النبي صلى الله عليه وآله تقتل ابن بنت النبي اليهود ما قتلوا الإمام الحسين المسيحيين ما قتلوا الإمام الحسين من اللي قتل الإمام الحسين بتلك الطريقة الفجيعة هذه الأم هذه القضية كانت مذهلة إلي يقول فجأت وبحثت معهم كيف لماذا قتلت الأمة الحسين بن علي يقول تهربوا من الجواب وقالوا الكثيرون قتلوا عبر التاريخ والحسين أحدهم ما اقتنعت بهذه الإجابة يقول طالعت وطالعت ومن قضية كربلاء انتقلت إلى دراسة مذهب أهل البيت ككل ذكر لي هذا الرجل أنه خمس سنوات كاملة قضيتها في دراسة مذهب أهل البيت وانتهيت بعد هذه المدة إلى أن الحق يمثله مذهب أهل البيت وأعلن انتماء إلى مذهب أهل البيت هددوه بالقتل بالذبح كعادته قال معتنيت وأنا الآن رافع لواء التشيع في ذلك البلاء يعني كثير من الناس لا يعرفوا إمام الرضا صلوات الله عليه يقول فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا انتوا خلوا كلمات الآخرين وخلوا في مقابلها كلمات أهل البيت شوفوا التفاوت العظيم الكبير بين هذا الفكر وذلك الفكر انتوا خلوا تاريخ أهل البيت وخلوا في مقابل التاريخ الآخرين شوفوا التفاوت الكبير بين هذا وبين ذلك إذا واحد يبيع شموع زيتية انتوا لا تحتاجون إلا إلى أن تأخذوا المصباح الكهربائي وتخلوا أمام تلك الشموع الزيتية عندما فكر أهل البيت تاريخ أهل البيت فقه أهل البيت معارف أهل البيت توضع في مقابل الآخرين الإنسان لا يغالط عادة وجدان وضمير نحن وظيفتنا تجاه أهل البيت وتجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه أولاً أن نعرف أمير المؤمنين بمقدار الإمكان وثانياً أن نعرف معارف أمير المؤمنين صلوات الله عليه سابقاً كان أكو هناك نظام مهم نظام المحفوظات الطفل كان يبدأ الطفل كان يبدأ بحفظ القرآن الكريم وإلى جنب القرآن الكريم كان يحفظ نهج البلاغ وإلى جنب نهج البلاغ كان يحفظ الخطبة الفدكية وإلى جانب ذلك كان يحفظ دعاء كومي هذا نظام المحفوظات نظام مهم ويقربنا إلى معارف أهل البيت وثالثاً كل واحد مننا أن يحاول أن يعرف أهل البيت في إطار المجتمع وإطار العالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس التي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي